موسيقى أهلا بكم هذه نشرة أخبار ثالثة نبدأها بأبرز العنوين موسيقى للمرة الثانية منذ بداية العام أمريكا تغتال قادة الحشق بقلب بغداد البنتاجون يرفض التصريح ولا توضيح رسميا أمريكيا حتى اللحظة موسيقى لم يبقى أمامنا سوى الدفاع عن سيادة العراق القوات العراقية المسلحة تحذر التحالف أصبح سببا لزعزعة الاستقرار موسيقى قرار حكومي يفصل المطارات عن سلطة الطيران ويربطها بوزارة النقل والأخيرة تؤكد استعدادها لإدارة الملف موسيقى البداية من تداعيات التصعيد الأمريكي الجديد وسط بغداد إذ أكد اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة أنها مستعدة للقيام بواجباتها ومهامها الدستورية التي تقتضي حفظ أرض وأمن العراقيين من كل التهديدات وقال رسول أن القوات الأمريكية تكرر بصورة غير مسؤولة ارتكاب كل ما من شأنه أن يقوض التفاهمات والحوار الثنائي بعد أقدامها على تنفيذ عملية اغتيال واضحة المعالم عبر توجيه ضربة جوية وسط حي سكني من أحياء العاصمة بغداد مشيرا إلى أن الهجوم يدفع الحكومة أكثر من أي وقت مضى إلى إنهاء مهمة هذا التحالف الذي تحول إلى عامل عدم استقرار للعراق ويهدد بجر العراق إلى دائرة الصراع وفق تعبيره هذا وصرح رئيس خليات الإعلام الأمني اللواء تحسين الخفاجي أن الهجوم الأمريكي الجديد عدوان واضح وخرق للسيادة العراقية وجر للمنطقة إلى تدعيات خطيرة وتقويض لكل الاتفاقيات والتفاهمات السابقة ونصف واضح لكل المحادثات بين الجانبين الخفاجي أضاف أن العدوان استهدف عجلة تابعة للحشد الشعبي من خلال طائرات مسيرة أمريكية في منطقة المشتل شرقية بغداد أدى إلى استشهاد قادتها محملاً الجانب الأمريكي وقوات التحالف تدعيات هذه الأعمال الخطيرة التي تهدد أمنة وسلامة واستقرار العراق بشكل خاص والمنطقة بشكل عام إلى ذلك نعت هيئة الحشد الشعبي القيادي أبو باقر الساعدي الذي اغتيل بقصف أمريكي استهدف عجلة كان يستقلها بطائرة مسيرة في منطقة المشتل شرقية العاصمة بغداد وكانت خلية الإعلام الأمني قالت إن العجلة التي قصفت بالطائرة المسيرة كان بداخلها قادة من الحشد الشعبي مضيفاً أن هذا الاستهداف أدى إلى احتراق العجلة واستشهاد من بداخلها مؤكدة أن التحقيق ما زال مستمراً لمعرفة وسيلة الاستهداف ومصدره الآن ينضم إلينا مراسل الفلوجة من بغداد على الحديد أهلاً بك معنا علاء حبذا لو تضعنا في صورة الأجواء لديك في بغداد غدات هذه الضرباء الأمريكية أهلاً بك زينة زينة المشهد الميداني في بغداد صباح هذا اليوم هو حذراً وهادئاً أكثر مما كان عليه في المساء مساء الليلة الماضية حينما باتت بغداد مكشوفة على طيران المسير وبعد أن ننفذت هذه الطائرة المسيرة أو طائرة مسيرة على وجه التحديد عملية اختيال في منطقة المشتل جنوب شرقي العاصمة بغداد راح ضحيتها أحد قيادي الحجد الشعبي المكنى بأبو باقر الساعدي هذا الموضوع ولد جملة من ردود الأفعال هذه ردود الأفعال ربما ابتدأت شعبياً بعد حصول هذه الحادثة كان هناك تجمع جماهيري بالقرب من مكان استهداف العجلة لمجموعة من الشبان للغاضبين الذين طالبوا الحكومة العراقية وطالبوا أيضاً الجهات صناع القرار في الدولة باتخاذ الإجراءات بطرد القوات الأجنبية من خارج البلاد وتنفيذاً لمقرارات البرلمان الساحة السياسية كان حصتها صباح هذا اليوم من البيانات التي ربما تتشابه في أهدافها وتختلف في عنوينها البيانات مجملها التي صدرت من ناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة أو حتى المتحدث الأمني باسم خلية الإعلام الأمني وبقية القيادات السياسية أكدوا أن هذا الحادث هو عدوان واعتداء سافر على السيادة العراقية عندما تنفذ الإدارة الأمريكية ثاني عمليات الاختيال في بغداد وثالث عمليات الاستهداف في العراق إذا ما تحدثنا عن الهجمة الأخيرة التي تعرضت ليها مقرات للحجد الشعبي في مدينة القائم ونتحدث أيضا عن اغتيال أبو تقوى الساعدي وأخيرا أبو باقر الساعدي وأخيرا أبو باقر الساعدي من الواضح بحسب ما شخصوه بعض المراقبين أن هناك تحول في الاستراتيجية الأمريكية في التعامل مع بنك الأهداف التي تمتلكها وتشخصها للتعامل مع من وصفتهم شنوا هجمات تهم المصالح الأمريكية في العراق وهذه الاستراتيجية تحولت من طبيعة استهدافة هذه المداخلة أن الحذر يسود صباح هذا اليوم أكثر مما كان عليه مساء أمس كيف لحظت ذلك؟ هل من حركة الساير عدم تجول المواطنين؟ حدثنا عن هذه الأجواء أكثر بالتأكيد زينة الموضوع ينقسم إلى اتجاهين الاتجاه الأول أن مثل هذه الضربة التي تستهدف عجلة في منطقة مكتظة بالسكان تولد نوعا من الخوف والاضطراب لدى المواطنين وهذا ما تحدثوا به يوم أمس بعض المواطنين عندما كانت هناك نوع من حالة الذعر والهلع وأيضا الشارع العراقي يتخوف من ردود الأفعال التي قد تتزامن مع هذه العمليات خصوصا أن بعض الجماهير الغاضبة تجمهرت يوم أمس ليلة أمس بعد حدوث الاستهداف على مقتربات الجسر المعلقة الخاصة بالمنطقة الخضراء وبالفعل المنطقة الخضراء اتخذت بعض الإجراءات الحذرة بإغلاق الأبواب التابعة لها والقريبة على مكان الحادث أو قد تبدو قريبة على مكان الحادث أيضا هناك كان انتشار أمني كثيف من قبل القوات الخاصة بالقرب من السفارة الأمريكية بعد أن مرزت نوع من الدعوات الشعبية للاحتجاج والتظاهر أمام السفارة الأمريكية لا ننسى أيضا في الجانب الآخر الذي أقف فيه الآن في جانب الرصافة بعد قليل سوف تجري عملية تشيع لجثمان الشهيد أبو باطر السعيد سنتابع ذلك معك على أولا بأول هذا التشيع وما يليه نشكرك جزيل الشكر من بغداد مراسلنا على الحديد أكد رئيس الوزراء محمد شيع السوداني أن الإصرار على إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق يأتي بعدما اكتسبت القوات العراقية من قدرات متقدمة في مكافحة الإرهاب جاء ذلك خلال استقبال السوداني لوزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبليس في العاصمة بغداد كما بحث رئيس الوزراء الجهود المبذولة حاليا لإبرامي مذكرة تفاهم عسكري ثنائي بين العراق وإسبانيا فضلا عن إسهام الشركات الإسبانية في تحديث البناء التحتية ومشاريع التنمية في العراق من جانبها أكدت روبليس التزام بلادها بالشراكة مع العراق واحترام كل ما تقرره الحكومة العراقية إزاء مهام التحالف الدولي في الأثناء أدان الإطار التنسيقي الاعتداءات المتكررة من قبل القوات الأمريكية على سيادة العراق عادا الهجوم تجاوزا للخطوط الحمراء باستهدافه قوات رسمية فيما شدد على ضرورة مواصلة الجهود الحكومية لإنهاء مهام التحالف الدولي الإطار أوضح في بيان أن ما حدث من استهداف في منطقة مقتضة بالسكان يتنافى ويتقاطع مع المهام المحددة لقوات التحالف والمنحصرة بمحاربة التنظيمات الإرهابية محذرا من أن الاستمرار بذلك سيفتح الباب لهجمات مضادة مشددا على ضرورة مواصلة الجهود الحكومية لإنهاء مهام التحالف الدولي إلى ذلك رفضت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون الإدلاء بأي تصريح حول الهجوم الذي استهدف قياديين من الفصائل المسلحة في منطقة المشتل شرقية العاصمة بغداد الوزارة قالت أنها مطلعة على تقارير الهجوم في بغداد وستعلن عن التفاصيل في الوقت المناسب فيما أشارت وسائل أعلام أمريكية إلى أن مسؤولين في البنتاجون رفضوا التصريح وقالوا انتظروا البيان الرسمي إدانات أممية للغارات الأمريكية على العراق وتحذيرات من خطورة التصعيد على مستقبل البلاد والمنطقة نتابع العصف السياسي والدبلوماسي الذي خلفته الغارات الأمريكية على العراق وسوريا يقتحم أبواب مجلس الأمن الذي عقد جلسته بناء على طلب الروسي للنظر في تداعيات تلك الضربات على واقع المنطقة الملتهب نسبيا ابتدأت الجلسة بالإدانات وانتهت بالتحذيرات إدانات تقسمتها روسيا والصين وإيران وجهتها إلى الإدارة الأمريكية متهمة واشنطن بمحاولة تأجيج الصراع في المنطقة والأخيرة تردت بوصفها الضربات دفاعا عن النفس فيما اشتكى العراق جيرانه والإدارة الأمريكية رافضا أن تكون أرضه ساحة لتصفية الحسابات الأقليمية والدولية هذه الأفعال تمثل انتهاكا خطيرا للسيادة واستقرار العراق وسوريا نعترض على كل عمل ينتهيك ميثاق الأمم المتحدة من الذي يخلق التهديدات في الشرق الأوسط وخارجه من الذي يعمد إلى الاستخدام المفرط لقوة ومن الذي يضلل رأي العام الولايات المتحدة تزعم أنها لا تسعى إلى التسبب بنزاع في الشرق الأوسط فإننا نستنكر ونرفض رفضا قاطعا جميع الاعتداءات التي استهدفت الأراضي العراقية ولم تخل الجلسة من تحذيرات أممية للمستقبل الذي ينتظر العراق بناء على المعطيات الراهنة مبعوثة الأمم المتحدة إلى هناك جنين بلاسخارت وفي رسائل الوداع وهي تتوقع مغادرة منصبها قالت أن العراق يقف على حافة الخطر ودعت جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتقليص التصعيد الراهن رسائل دعت أوساط عراقية للوقوف عندها ودراسة تبعاتها وقد نبه إلى أمرين خطيرين الأولى تقول أن العراق يتعرض إلى مواقف لا ناقة له بها ولا جبل ولا قدرة وهذا مهم ولا قدرة له على السيطرة عليها والثانية أن هذه المشاكل خطيرة جدا بحيث أنها قد تدي به وهذا تصريح ليس بالسهل من ممثلة الأمم المتحدة التي عاشت سنين طويلة في العراق وعاصرت الثورة التشرينية وهي على صلة جيدة بكل صناع القرار في العراق تصعيد بدأ عابرا للقارات والجميع يستشعر خطره على واقع المصالح المشتركة التي ترتبط بها الدول الخمس عشرة مع وجود رغبة لاحتواء الصراع الذي يلهب خارطة الشرق الأوسط في ظل مساع دبلوماسية حثيثة لكبح جماحه التي قد تبدو تخوض حربا باردة أمام التصعيد العسكري المتباين لقطع فتيل توسع رقعة الحرب التي بدأت في غزة وامتدت تأثيراتها إلى المنطقة بأسرها على الحديد قناة الفلوجة بغداد عقد مجلس محافظة ديالة جلسته الأولى المخصصة لانتخاب رئيسه الجديد والمحافظ وذلك بعد أن أجل انعقاد جلسته السابقة لعدم اكتمال النصاب وكانت إحدى عشرة محافظة عراقية أعلنت إكمال انتخاب رؤساء مجلسها ومحافظيها الجدد فيما تنتظر كاركوك عقد جلستها الأولى لانتخاب محافظيها ورئيس مجلسها عقب أول انتخابات محلية تشهدها المحافظة منذ عشر سنوات الآن ينضم إلينا من ديالة مرسلنا عمر العبيدي أهلا بك عمر حبذا لو تضعنا بداية في جو وتفاصيل انعقاد الجلسة الأولى لمجلس المحافظة نعم زينة بالنسبة لمجلس محافظة ديالة عقد جلسته الأولى يوم الاثنين وتركها مفتوحة لعدم التوافق لاختيار رئيس المجلس اليوم أيضا دعا رئيس السن لمجلس المحافظة بعقد الجلسة من جديد باستئناف الجلسة حضر ثمانية أعضاء من خمسة عشر عضوا في مجلس محافظة ديالة انتظر الأعضاء مدة ما يقارب ثلاث ساعات لكن لم يحضر بقية الأعضاء بقت الجلسة مفتوحة رغم جميع المصادر التي أكدت على أن هناك توافق يوم أمس حصل على اختيار رئيس المجلس والمحافظ وتمرير الكابينة الحكومية في محافظة ديالة لكن ما حصل هو عدم اكتمال النصاب من مطار رئيس السن الأكبر في مجلس محافظة ديالة إلى ترك الجلسة مفتوحة وإعلان عدم اكتمال النصاب ورفع الجلسة إلى إشعار آخر في محافظة ديالة ما زالت الكابينة الحكومية لم تبي لغاية الآن لم يكن هناك أي توافق لغاية هذه اللحظة عن من سيمثل مجلس المحافظة ومن سيمثل المحافظة رغم أن هناك بعض المعلومات لدينا أن رئاسة المجلس ستكون لحزب السيادة ولتحالف ديالتنا سيكون منصب المحافظ لكن اليوم عدم اكتمال النصاب هو أدى إلى ترك الجلسة مفتوحة ورفعها إلى إشعار آخر بحسب المصادر من أعضاء مجلس المحافظة أن هناك ضغوطات بين الكتل السياسية على شخصية من سيمثل المحافظ وليس رئاسة مجلس المحافظة هناك اختيار لرئيس مجلس المحافظة لكن اختيار شخصية المحافظ هو من يعطل اختيار رئيس المجلس وفي حال تم التوافق على اختيار المحافظ من الممكن تمرير رئاسة المجلس بكل سهولة بسهولة لكن اختيار المحافظة هو العادر أشرت عمر في بداية الحديث إلى أن مساء أمس يعني ربما كانت هناك ملامح لتوافقات معينة ما الذي تغير حتى صباح اليوم عمر؟ زينة اليوم دخل أعضاء مجلس المحافظة مع أعضاء البرلمان إلى الجلسة وكان هناك تفاؤل وحتى الابتسامة مرسومة على أعضاء البرلمان على أن هناك توافق على تمرير رئيس المجلس والمحافظة بحسب الاتفاق الذي حصل قبل عقد الجلسة بساعات لكن تفاجأ الأعضاء الحاضرون على عدم حضور بقية الأعضاء ما حصل هو أن هناك اجتماع حصل خارج مجلس المحافظة غير الخارطة السياسية من جديد وعاد إلى اتفاقات من جديد لغاية الآن لم نفهم لماذا لم يحضر جميع الأعضاء لم تمرر الكابينة هناك تحفظ على شخصية معينة كان من المفترض اليوم هو تمريره كمحافظ ورئيس مجلس رأسة المجلس لا يوجد عليها تحفظ لكن المحافظ كان عليه تحفظ يبدو أن هناك اختلاف داخل الكتلة التي ترفض هذه الشخصية مما سبب عدم حضور الأشخاص المعطلين لجلسة اليوم حتى لا يتم تمرير محافظ آخر ممكن يتم ترشيحه داخل الجلسة وهل نتوقع عمار من خلال هذه الأحداث أن يتم تجاوز هذه المشكلة في الأيام القليلة القادمة أم أن الأمور ستعقد أكثر زينة ما زالت الأمور معقدة جداً وأن اختيار شخصية المحافظة هو هناك عليه خلاف ثلاث كتل على شخصية المحافظة شخصية رأسة المجلس تم الاتفاق عليها وسيتم تمريرها خلال الأيام القادمة وهو من حصة حزب السيادة في مجلس محافظة اليالة لكن شخصية المحافظة هو الذي لغاية الآن هو محل جدل القيادات في بغداد تفرص شخصية معينة في داخل مجلس المحافظة يرفضون هذه الشخصية لغاية الآن هناك أمور ممكن أن تتعقد أكثر وممكن أن تحل في حال تم التوافق من قبل القيادات في بغداد على هذه الشخصية اليوم زينة أيضاً حضرة لجلسة المجلس أعضاء كانوا من جبهة المعارضة لاختيار رئيس المجلس والمحافظ التي تم اتفاق عليه يوم وأمس حضر أعضاء اثنين اليوم مع الكابينة الأخرى التي كانوا يمتلكون سبع أصوات اليوم المفروض يكونوا تسعة أصوات لكن أحد الأشخاص تعذر عليه الوصول مما عطل عمل الجلسة وعدم اكتمال النصاب وما زالت مرتوحة ممكن فيه اللحظات القادمة ممكن فيه أي لحظة ممكن يدعي رئيس السن لعقد الجلسة واستيناف العمل وممكن أنه يتم اختيار رئيس المجلس والمحافظ وسنتابع معك عمر أولا بأول نشكرك حتى الآن مراسل الفلوجة عمر العبيدي من ديالة عقد مجلس محافظة نينوى جلسته الثانية والمخصصة لانتخاب نائبي المحافظ الفني والإداري يذكر أن المجلس كان قد صوت على تجديد الثقة بالمحافظة الحالي عبد القادر الدخيل محافظا لنينوى وعلى أحمد الحصود رئيسا له فيما يأمل الشارع المصلي تفعيل عملية إعادة الإعمار وأكمال المشاريع المتلكئة في المحافظة ترحيب شعبي كبير في محافظة نينوى بتثبيت المحافظ عبد القادر الدخيل بمنصبه أملا بإكمال مسيرة إعادة الإعمار التي بدأها تفاصيل أوفاف التقرير الدلي بمدنها وقراها وحتى ريافها رحبت محافظة نينوى بتثبيت المحافظ عبد القادر الدخيل بمنصبه أملا بإكمال مسيرة إعادة الإعمار التي بدأها منذ أشهر نبارك الأستاذ عبد القادر الدخيل لمنصبه المحافظ وإن شاء الله هو العين الواسعة للمدينة وعنده كثير من المشاكل حلها بالمدينة مثل مشكلة 19 تموز كان حلها جيد من أستاذ عبد القادر الدخيل عدنا المهندسين مشروع المجاري أستاذ عبد القادر الدخيل جدي إن شاء الله في تعامله للمحافظة سيد عبد القادر الدخيل هو من أهل هذه المدينة ويعرف كل معاناتها وكل ما تحتاج له المدينة من خلال تسلمه منصب محافظة نينوى قبل تشكيل مجلس محافظة نينوى رأينا بوادر خير في دعم القطاع الصحي منه قطاع المستشفى العام وقطاع المجاري لا يختلف اثنان على كفاءة ومهنية الدخيل الذي استطاع وخلال فترة وجيزة أن يكسب قلوب المواطنين في محافظة عانة الأمرين منذ بطس تنظيم داعش الإرهابي وحتى قبل مجيء الدخيل نعمل اليوم في برنامج حكومي متكامل نسير بخطوات متوازية بين الخدمات والإعمار وبين التنمية التنمية عندما نقصد بالتنمية لا بد أن نفعل القطاع الخاص وقطاع الاستثمار حتى يتم سد الفجوات الموجودة في محافظة التنمية نركز أولا عن قطاع الصحة وقطاع التربية كذلك مطار الموصل نعتبره العنصر الحقيقي من أجل جلب رؤوس الأموال وكذلك الشركات العالمية تقديم الخدمات وإعادة الإعمار وإطلاق المشاريع ليست شعارات بل خطوات بدأها الدخيل فور إعلان قرار تثبيته بالمنصب مسافات قطعها أراد بها التأكيد أن المنصب يشغل بالعمل والإنجاز لا بإصدار قرارات من وراء كرسي يحلم المواطنون بالوصول إليه مشاريع مهمة تنتظر محافظة عينوة يقودها الدخيل وكابينته المحلية يأمل منها الشارع أن تكون نهاية لمأساة عاشتها المحافظة على مدى أكثر من عقد من الزمن أعلنت لجنة النقل والاتصالات النيابية التوصل إلى اتفاق بين شركة كورك للاتصالات وهيئة الإعلام لتسوية أزمة الديون المترتبة على الشركة وإعادة تفعيل خدمتها خلال عشرة أيام جاء ذلك خلال الشمع عقدته اللجنة بحضور رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد والمدير التنفيذي لشركة كورك وجار خلاله طرح ملف تسديد الديون المستحقة والمترتبة على الشركة التي أبدت استعدادها لتقديم كتاب يتضمن جدولة المبالغ المستحقة والضامنات خلال العشرة أيام القادمة وأكدت رئاسة وأعضاء لجنة النقل والاتصالات النيابية ضرورة حسم الموضوع وفق القانون من أجل الحفاظ على المال العام وعودة العمل لدى شركة كورك والكادر الذي يعمل فيها حفاظا على أرزاقهم وتنشيط عمل القطاع وأرجاع الخدمة البيئية أو البينية إلى المواطن العراقي أصدرت سلطة الطيران المدني قرارا بفصل المطارات عنها وربطها بوزارة النقل لتصبح الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية استنادا إلى قرار حكومي سابق كما عبرت وزارة النقل عن استعدادها لمهمة إدارة المطارات العراقية بعد قرار مجلس الوزراء الذي يقضي بفصل إدارة المطارات العراقية عن سلطة الطيران المدني وربطها بوزارة النقل في جريمة هزت العاصمة بغداد أضرم زوج النار بزوجته حتى فارقت الحياة والتفاصيل يرويها ذو الضحية في هذا التقرير هذه آخر كلمات زهراء ذات الأربعة والعشرين عاماً وهي على فراش الموت بعد إن حرقت وعذبت إثر خلاف بينها وبين زوجها والقصة على لسان ذويها خابرونهم من يومهم فبالثنتين ونص قالوا أختك احترقت وحالته خطرة تعال فرحت البغداد جديدة لقيتم ساعة يفترون بيه هناك ما أخذيه النوم بمستشفى لي على مدميل زمونهم رحت وصلت للمستشفى لقيتم ضاب بيها بالباب هم واكفين يتمضحكون على صفح فسألتها قلت له شنو اللي صاب قالت هذا حرقني رجلي وعم يضربني ولا أكل ولا شرب ولا بملابس وذهبها باعه ليش؟ زين أنتو شنو وفوق الحرقة تكتلونها عم هيشيلة ويرقعها بلقاه وينكو يتشي ناس وهي محروقة والله هي على لسانها أختي قال جرني من الشار ورقعني بلقاه ليش؟ ويقول لأحد يطف فيها لأحد يتقرب لها شنو أنتو حيشينو من بشر ما عدكم قلو ما عدكم رحمة لم يبقى سوى أسد طفلي زهرها الذي يبلغ من العمر عامين فقط تركه والده كما يزعم أهل أمه الذين يطالبون بالعدالة ومحاسبة من تسبب بوفاة ابنتهم أطالبان الحكومة تأخذ حقي وتأخذ حقي لابنين كل شي ما أريد حقي أريد حقي لابنين دمي لابنين هذا الراح شون نمطيئ لهم الولد قاعد هسه هو متونس وأهله وعياله ولا جوه ولا أقاله ولا سئله وهذه هي جوه للتاب وقاعد هذه القصة المؤلمة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة حيث شهدت المحافظات العراقية في الأشهر الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في حالات العنف العائلي مما دفع بالمطالبات الشعبية لإحداث قوانين خاصة تعالج قضايا العنف الإساري وجرائمه بدقة أكبر من بغداد علي عبد الكريم قناة الفلوجة تصاعد عمليات تهريب الحديد في محافظة ديالا بسبب جشع المهربين ومتنفذين يضربون القانون ومصالح المحافظة عرض الحائط نتابع تشهد محافظة ديالا عمليات نقل للحديد بطرق شرعية وأخرى مهربة هذه المواد الأولية التي تجمع في ساحات في ديالا من قبل بعض الأشخاص أو مجاميع مترفذتين تخرق القانون في أغلب الأحيان من خلال نقل الحديد إلى إقليم كردستان أو دول الجوار اليوم الكثير من المواطنين يشوفون الشاحنات الكبيرة للسكراب تنتقل من ديالا ومن المحافظات أخرى باتجاه شمال العراق يتساءلون لمصنعة من تجري هذه العمليات نقل السكراب والي بالتالي كلها مواد أولية ممكن أن نستفاد منها كوزارة الصناعة والوزارات الأخرى هل بعلم الحكومة هناك جهات متنفذة تدير عمليات نقل السكراب من محافظة ديالا لمحافظات الأخرى إلى جهات ربما تكون غير معروفة في إقليم كردستان أو تخرج خارج العراق بشكل عام قيادة شرطة ديالا ومن خلال عدة عمليات نلقت القبضة على أشخاص مهربين للحديد أو المواد الخام من ديالا وانخفضت النصبة إلى 30% إلا أن عمليات نقل الحديد ما زالت مستمرة من خلال بعض الطرق التي يتخذها المهربون للوصول إلى مبتغاهم ببيع حديد السكراب إلى تجارين خارج حدود المحافظة بعض المهربين يستقلون الطرق غير ممسوكة من قبل القطاعات الأمنية كان هناك عادة الانتشار للقطاعات الأمنية من خلال تكثيف الجهود في السيطرات وبعض المناقب مكانات تم نصب بعض الكوان للحد من هذه الظاهرة فيما يستمر نقل حديد السكراب إلى خارج ديالا وسط دعوات للحد من هذه الأعمال التي تسهم بحرمان ديالا من المعادن المهمة التي تدخل بصناعات كثيرة قد تغير أحوال ديالا إلى الأفضل من محافظة ديالا عمر العبيدي قناة الفلوجة ختام الثالثة هذا تذكير بالعنام للمرة الثانية منذ بداية العام أمريكا تغتال قادة الحشل بقلب بغداد البنتاجون يرفض التصريح ولا توضيح رسميا أمريكيا حتى اللحظة لم يبقى أمامنا سوى الدفاع عن سيادة العراق القوات العراقية المسلحة تحذر التحالف أصبح سببا لزعزعة الاستقرار قرار حكومي يفصل المطارات عن سلطة الطيران ويربطها بوزارة النقل والأخيرة تؤكد استعدادها لإدارة الملف للمزيد تفضلوا بمتابعة حسابات الفلوجة على منصات التواصل الاجتماعي هذا ختام الثالثة إلى اللقاء اشتركوا في القناة